زي ما فيه مدينة أسطورية اسمها أطلانتس أكيد سمعت عنها في زيها برضو مدينة تانية اسمها إلدرادو مدينة أسطورية مبنية بالكامل من الذهب وموجودة في أمريكا الجنوبية قصتها شدت المستعمرين الأوروبيين ومات في رحلة البحث عنها آلاف المستكشفين والسكان الأصليين طمعا في الوصول للمعدن النفيس المعدن اللي قامت بسبب حروب وانتهت بسبب حضرات واللي لمعانه كان ومازال بيخطف عقول وعيون الجنس البشري بس ليه معدن الذهب بالذات كان السبب في كل ده؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل السلام عليكم الدهب قبل ما يكون معدن نفيس فهو عنصر من عناصر الجدول الدوري وهتلاقي جوا الجدول بياخد الرمز EU المشتقة من الكلمة اللاتينية أوروم واللي معناها الشروق زي ما الفضة اللي رمزها AG مشتقة من الكلمة اللاتينية أرجنتم واللي معناها اللامع والزئبق اللي رمزه HG مشتقة من الكلمة اللاتينية Hydro-Argereus واللي معناها الفضة السيلة ومعظم العناصر اللي ما تمش اكتشافها حديثا هتلاقي برضو ان اصل تسميتها لاتيني ورموزها جاية بالمنظر ده زرات الدهب في المعدن بتبقى مرصوصة قريبة جدا من بعضها وده بيخلي كسافتها عالية جدا بتوصل ل 19.3 جرام لكل سمتري مقعب وعشان كده الدهب من أتقل العناصر اللي موجودة على الأرض أتقل من الحديث تقريبا ثلاث مرات ومن الرصاص تقريبا مرتين ويكفي ان اقولك ان كمية الدهب اللي تم استخراجه في التاريخ كله ما يملاش ثلاث حمامات سباحة أولمبي ومع ذلك وزنهم في حدود 180 ألف طن فالدهب عنصر تقيل جدا ومن الكسافة العالية دي تقدر انك تاخد فكرة اذا كان الدهب اللي معاك سليم ولا مخشوش الكسافة بتساوي الكتلة على الحجم فلو معك سلسلة مثلا خاتم سبيكة ايه اسم وزنها على حجمها طلع لك ان حصل الاسم ده بيساوي 19.3 من 10 يبقى الدهب اللي معاك سليم بعيد عن الرقم ده يبقى الدهب مخشوش هتقول لي طيب الوزن وسهل عرفه طب الحجم عرفه ازاي هقول لك كرمي حتة الدهب اللي معاك في شوية مية وشوف حجم المية ده ارتفع قد ايه وحجم المية اللي ارتفع ده هو نفسه حجم حتة الدهب اللي معاك انما حتى لو الكسافة مش كافية انها تميز الدهب اللي معاك فدرجة الحرارة اللي بينصهر عندها الدهب مميزة لي جدا الدهب بينصهر عند 1064 درجة مقوية وحتى المتخصصين بيستخدموا درجة الحرارة دي في التعرف عليه بياخدوا عينة من الدهب ويسخنوها واذا انصهرت عند درجة حرارة اقل من 1064 درجة يبقى الدهب ده مخشوش انما بقى لو انصهرت عند درجة حرارة اكبر من 1064 درجة فيبقى الدهب برضو مخشوش الدهب توزيعه الالكتروني مميز جدا مداره الخارجي بيكون ممتلئ والمدار اللي قبليه بيكون نصف ممتلئ ولو انت درست كيميا فهتعرف ان التوزيع ده بيخلي الدهب عنصر بلط وهادي وما فيش حاجة بتعصبه وما بيتفاعلش مع اي حاجة تقريبا لمية ولا هوى ولا حتى معظم الاحماض وعشان كده بيسمه الدهب بالعنصر الخامل الكاذب وده بيخلي الدهب طبعا مميز جدا مش بيتآكل ولا بيصدي ولمعته بتفضل ثابتة مهما مر عليه الزمن وعشان كده الفراعنة هتلاقيهم دايما كانوا بيحطوا الدهب جوا مقابرهم لانهم عارفين قد ايه هو ثابت وبالتالي لما هيصحوا بعد البعث هيلقوه زي ما هو ما تغيرش وقدروا انهم يستخدموه واذا كان المثل بيقول ان مش كل اللي بيلمع دهب فالاكيد بقى ان كل اللي ما بيلمعش مش دهب يعني لو رحت تشتري دهب مثلا وقيته مش بيلمع او باهت يبقى مخشوش الدهب ما بيطفيش بس برغم كل الهدوء اللي الدهب فيه ده الا انه بيدوب في الزئبق وبيدوب هنا مش يعني بيحبه لا ده بيدوب في حرفية الزئبق قادر انه ياكل الدهب اكل واكتر ناس ممكن انها تحكي لك عن التجربة دي البنات اللي اشتغلت في معامل كيمية عضوية وده كثرت السنان اللي اتنين اكيد تلاسعوا من الزئبق قبل كده الدهب زيه زي كل العناصر ما تعملش في الارض لكنه تكون في النجوم معروف ان النجوم هي مصنع العناصر بتاخد الهيدروجين اللي هو عبارة عن الوقود بتاعها ونتيجة للجاذبية بتاعتها بتدمجه في بعضه وتكون منه الهيليم وترجع تدمج زرات الهيليم وتكون الكربون ومن الكربون تكون الاكسجين وهكذا لحد ما توصل للحديد الا ان معظم النجوم بتيجي وتقف عند الحديد وما بتقدرش انها تكمل للعناصر اللي اتقل منه لكن النجوم الضخمة بتفضل انها تنضغط اكتر بفعل الجاذبية وفي لحظة معينة بتنفجر انفجار رهيب بيسموه السوبر نوفا او المستعر الاعظم واسناء الانفجار ده بتتكون العناصر اللي اتقل من الحديد واللي من ضمنها الدهب والرماط بتاع الانفجار ده بترجع بعد كده تتكون منه الكواكب اللي زي كوكبنا وعشان كده بيبقى موجود جواها كل العناصر بس اذا كانت النجوم بتفضل انها تكون في العناصر اللي قبل الحديد في ملايين بل في مليارات السنين الا ان العناصر اللي بعد الحديد واللي اتقل منه واللي زي الدهب بتتكون في ثواني معدودة لحظة الانفجار فقط ومن نجوم معينة مش من كل النجوم عشان كده الدهب مش بس من العناصر الندرة في الارض ده من العناصر الندرة في الكون كله بس هل الندرة دي بقى هي اللي بتخلي الدهب غالي وهي اللي بتخليه نستخدمه عشان نحفظ بيه القيمة هقولك لا طبعا ما انت عندك الإيريديام والرديام والبيلاتينيام والنبتونيام والفرانسيوم وعناصر تانية كتير في الجدول الدوري أنظر من الدهب بكتير جدا ومع ذلك مش بنستخدمها في حفظ القيمة وبالتالي مش عشان الدهب نادر فهو غالي بس عشان تعرف ليه احنا اخترنا الدهب تحديدا تعال نفترض اننا عيناك رئيس المجلس الاعلى للكرة الارضية وفوضناك عشان تختار عنصر افضل من الدهب عشان نحفظ فيه القيمة فانت طبعا مش هتفتكس وكل اللي انت هتعمله هتروح تجيب الجدول الدوري وتحاول انك تختار منه عنصر ينفع للموضوع ده بس عشان اللي مش هينفع اكتر بكتير من اللي هينفع فانت قررت انك تشيل الاول العناصر اللي مش هتنفع معنا في الموضوع ده مبدئيا كده باسم الله الرحمن الرحيم هتروح تشيل عناصر المشعة لان مش معقول يعني عشان تعمل عملة تروح تخلص على الجنس البشر كله ثانيا هتيجي وتشيل كل الغازات لان الفلوس ما ينفعش انها تكون غازية كده هتطير اكتر ما هي بالطير كمان السوال اللي موجودة معنا هتتشاءل لانها صعبة في عمالية التداول ومش هينفع تتحط في المحفظة كما النازم تشيل عناصر اللي بتدب في المية واللي بتتفاعل مع الهوى واللي بتصدي واللي بتتاكل وتشيل عناصر النادرة قوي لان اساسا محدش هلقيها عشان يعمل منها عملة والعناصر الكتيرة والمرطرة واللي هتبقى مع كل الناس وبالتالي الفلوس هتفقد قيمتها بعد كل الكلام ده هيتبقى معاك من ال 118 عنصر بتوع الجدول الدوري خمس عناصر فقط هما اللي يصلحوا للموضوع ده الدهب والفضة والبلاتين والرديم والبلديم خمس عناصر بس احنا اتزنقنا فيهم ومش هينفع اننا نستخدم غيرهم بس معلش يعني الروديم والبلديم احنا لسه مكتشافينهم اول مبارح فمش هينفع البشر من قديم الازل انهم يعتمدوا عليهم ده بخلاف انهم انظر بكتير جدا من الدهب اما بالنسبة للبلاتينيوم فعلى الرغم ان الفارق ما بينه وما بين الدهب في النظرة مش كبير قوي الا انه بيحتاج درجات حرارة عالية عشان تقدر انك تصهره وتشكله وتتعامل معاه وعشان الانسان القديم يقدر انه يوفر افرام بدرجات حرارة عالية زي كده عملية صعبة بجانب ان عملية استخراجه وتنقيطه هي كمان اصعب من الدهب وبالمناسبة البلاتينيوم والبلاديام دول هم العناصر اللي موجودة في علبة البيئة بتاع السيارات هم دول العوامل الحفازة اللي بينقل عادم بتاع السيارة وسعرهم برضو غالي وقريب من الدهب وعشان كده علبة البيئة دايما بتتسرق من السيارات المهم ان كده ما فضلش معاك غير الفضة والدهب اللي اتنين بينصاهروا عن درجات حرارة قليلة وسهل تشكلهم والتعامل معاهم ومش نادرين قوي فصعب انك تلاقيهم او مرات راتين وكتار فيفقدوا قيمتهم الا ان الدهب بيتميز على الفضة ان لمعته اثبت وما بتطفيش الكابريت اللي موجود في الجو بيتفاعل مع الطبقة الخارجية بتاع الفضة وبيطفيها وكل مرة هتيجي تلمعها فانت هتفقد منها اجزاء وعشان كده الدهب بيتفوق على كل عناصر الجدولي الدوري طب حلو مدام الدهب حلو سخن وبسمسم كده ما نستخرج بقى دهب اكتر من الارض ونحل ازمتنا اقول لك هي فكرة حلوة مش عارف ازاي ما خطرتش على بيال البشرة بس الاسف هتواجهنا شوية مشاكل الدهب زي ما قلتلك تقيل جدا فوقت ما تكونت الارض وكانت عبارة عن كتلة من الحمم فالدهب عشان تقيل غاص جواباطن الارض واصبح من المستحيل انك انت توصل له الا ان الحسن الحظ بعد تكون الارض ضربتها مجموعة كبيرة من النيازك اللي كانت شايلة المعادن اللي فضلت في القشرة واللي عندنا امكانية اننا نحفر وندور فيها بس الاسف برضو القشرة دي لا تمثل اكتر من واحد في المية من الارض ككل وتركيز الدهب فيها خمس اجزاء في المليار وده تركيز ضعيف جدا يعني عشان تطلع خمسة جرام دهب بس فانت هتحتاج تنقيهم من الف طن من صخور القشرة الارضية وده طبعا شيء مش عملي وعلى منطقي بس الحسن الحظ برضو ان الزلازل بتساعدنا في الموضوع ده لما بتيجي وتنزلق صفيحة ارضية تحت التانية بتتكون نتيجة للانزلق ده منطقة سخنة من الحمام في بطن الارض والمعادن اللي موجودة فيها بتنفصل بعد كده بتيجي السوائل اللي محبوصة في الارض بتندفع نتيجة للحرارة وبتسحب معها المعادن اللي من ضمنها الدهب وبتنقلها وتركيزها في مناطق قريبة من سطح الارض وهي دي المناطق اللي بيبقى موجود فيها مناجم الدهب واللي تركيز الدهب فيها بيوصل لخمس اجزاء في المليون يعني عشان تطلع نفس الخمسة جرام من الدهب فانت هتشتغل على طن واحد بس من الصخور مش الف طن لكن للأسف تاني حسب التركيزات اللي احنا قلنا عليها فكل الدهب اللي تقدر تطلعهم من الارض ما يتخطاش المتين وتلاتين الف طن ودي كمية قليلة جدا اقل من كمية الحديد اللي بننتجها في ساعة واحدة بس ده بخلاف اننا قلدي استخرجنا منهم مئة وتمينين الف طن على مطار التاريخ وبالتالي الكمية اللي بقية لنا والأحفادنا والأحفاد أحفادنا ما تتخطاش الـ 50 الف طن لكن برضو مازال قدامنا فرصة افضل لو سبنا اليابس واتجهنا للمحيطات مياه المحيطات نتيجة لعوامل التعرية المستمرة اللي بتحصل على اليابس بيخلي جواها حوالي 20 مليون طن من الدهب اللي ممكن تنقيهم وتستخلصهم من المياه بس المشكلة انك عشان تطلع جرام واحد من الدهب فانت محتاج تشتغل على 100 مليون طن من مياه المحيطات فدي عملية صعبة جدا وغير اقتصادية وقتكاد تكون مستحيلة وبالتالي عشان تطلع كميات اكبر من الدهب فانت قدامك طريقين مالهمش تالت يا اما انك تنقي من مياه المحيطات وده طريق صعب او انك تحفر على اعمق اكبر في الارض وده طريق اصعب ويكفي ان اقولك ان اعمق منجم اشتغلنا فيه كان في جنوب افريقيا وكان على عمق 3 كم فقط من السطح اللي هو كأنك يا دوب جيت وحكيت بس القشرة الارضية عشان كده التضخم ممكن ان يحصل في الفلوس عادي لان احنا اللي بنتبعها ونقدر اننا نكتر منها زي ما احنا عايزين براحتنا انما الدهب لا يمكن لانه خارج عن سيطرتنا اي جرام دهب هتستخرجه ازيد هتدفع اصاده فلوس اكتر وبالتالي سعر الجرام هيكون اعلى وعشان كده من المستحيل ان سعر الدهب يقل على المدى البعيد الا اذا بقى ضربنا نايزك من الدهب مثلا ولو ان اعتقد ساعتها ان اخر حاجة ممكن انها تشغلك سعر الدهب الاستخدام الرئيسي للدهب بيكون في الزينة في صورة مجوهرات ومشغولات الا ان دهب الزينة ده في الغالب ما بيكونش دهب نقي لان الدهب النقي او عيار 24 بيكون نوعا مطري فالمشغولات بتاعته بتبقى ضعيفة وسهل انها تتقطع بسهولة وبالتالي يفضل ان دهب الزينة يتخلط بعناصر تانية زي الفضة والنحاس والبلديم عشان يدوله متانة وقوة ويخلوه قادر يصمد بدون ما يتقطعه وعلى حسب خلطة المعادن اللي بتتحط مع الدهب بيطلع شكل الدهب الدهب نبيض مثلا بيبقى عبارة عن دهب وفضة وبلديم والدهب الصفر بيبقى عبارة عن دهب وفضة ونحاس وكل ما قلت نسبة الدهب في السبيكة كل ما العيار قل وكل ما زادت الصلابة وزي ما قلنا عيار 24 ده بيبقى دهب خالص يعني نسبة الدهب فيه بتكون 100% وده في الغالب بيكون موجود في السبايك إنما بقى عيار 21 فيبقى فيه 21 وحد الدهب وبقى اللي 24 أو الثلاث وحدات البقيين بيبقوا من العناصر التانية يعني نسبة الدهب فيه 21 على 24 أو 87% عيار 18 بيبقى فيه 18 وحد الدهب و6 وحدات من العناصر التانية يعني نسبة الدهب فيه 18 على 24 أو 75% طب عيار 14 نفس القاعدة نسبة الدهب جواه بتبقى 14 على 24 أو 58% الدهب كمان له استخدامات تانية مهمة جدا غير الزينة على سبيل مثال في الأجهزة الإلكترونية زي الموبايلات والكمبيوترات أعلى العناصر في توصيل الكهربا هم الفضة والنحاس وده اللي بيخلينا نعمل أسلاك الكهربا اللي موجودة في البيت من النحاس لأنه موصل جايد للكهربا ومقوموته ضعيفة وبالتالي مش هفق الطاقة كبيرة والكهربا مش فيه ومع ذلك فالدهب اللي بييجي بعد الفضة والنحاس في توصيل الكهربا أفضل منهم لأن الفضة والنحاس بيتفعلوا مع الجو وبيتطفوا والنتيجة للكلام ده مقاومتهم بتتغير مع الوقت وشدة الطيار اللي بيمر فيهم هي كمان بتتغير مع الوقت بس وإن كان الكلام ده مقبول في كابلات الكهربا اللي عندك في البيت إلا إنه مش مقبول في الدوار الكهربية الضقيقة اللي بيمر فيها طيار كهرابي بجهة ضعيف جدا زي دوار الكهربا اللي موجودة في الموبايل وعشان كده بنستخدم فيهم الدهب اللي برغم إن توصيلته الكهربا أقل من الفضة والنحاس إلا إننا ضمنين إن الطيار اللي هيمر فيه هيفضل دايما ثابت وكل ما الجهاز اللي معاك كان أقيم كل ما زادت نسبة الدهب اللي موجودة جواه كل آيفون مثلا بيبقى جواه ما لا يقل عن 34 ميلي جرام دهب يعني لو معاك ألف آيفون تقدر إنك تطلع منهم 34 جرام دهب دا غير إن بيبقى جواه عناصر ساملة تانية زي الفضة والبلاتينيوم والبلادييوم وده من ضمن الأسباب اللي بيخلي قابل تعملك ديسكاونت بيوصل لـ 50% لما تشتري منها موبايل جديد وتديلها موبايلك الأديم في المقابل الدهب كمان فيه خاصية مهمة جدا إنه بيقدر يعكس الأشعة الحرارية أو الأشعة تحت الحمراء عشان كده خوز رواد الفضاء بتبقى مطلية بطبقة من الدهب عشان تحميهم من أشعة الشمس ولأأمار الصناعية بتبقى متغطية بطبقة من الدهب عشان تعزلها من الحرارة دا غير إن بعض التلسكوبات زي تلسكوب جيمس ووب مثلا اللي عملنا عنه حلقة قبل كده مرايته بتبقى متغطية بطبقة من الدهب لإنه وظيفة التلسكوب أصلا إنه يجمع الأشعة تحت الحمراء هو دا الضوء اللي بيقدر يشوفه ويحس بيقى الدهب كمان بيستخدم في معالجة السرطانات زي تقنية النانو جولد لو تسمع عنها واللي تقدر تعتبرها نفس فكرة المايكرويف اللي عندك في المطبخ الدهب بيتشبك فيه أكسام مضادة بتقدر أنها تتعرف على الخلايا السرطانية وتشبك فيها بعد كده بيتسلط عليه ضوء بترددات معينة فيحرك زرات الدهب ونتيجة للحركة دي بترتفع درجة الحرارة وتقتل الخلايا السرطانية دا غير إن الدهب كمان ممكن إنه يتحط على الأكل لإنه زي ما قلنا ما بيتفعلش مع أي حاجة وبالتالي مش هيتفعل مع الجسم إلا إن في نفس الوقت الدهب ملوش أي فواية صحية بجانب إنه ملوش طعم وما هو إلا وسيلة للتعبير عن الصراء ليس إلا فالدهب مش مختصر بس على الزينة دا في تطبيقات تانية كتير جدا ممكن إنك تستغله فيها وبيتزود كمان من قيمته مع الوقت أكتر مكان ممكن إنك تلاقي فيه دهب في الكون حوالين النجوم لحظة انفجارها ولو صعب توصل للنجوم فهو موجود في مطل الأرض بكميات كبيرة ولو مش هتقدر إنك توصل لللب فالإشرة لسه موجود فيها كميات كويسة إنما بقى لو مكسل إنك تنقب وتنقي والموضوع محتاج مجهود فأكتر دولة عندها احتياط من الدهب يا لولايات المتحدة حوالي 8000 طن من الدهب الخالص وعشان أكون محدد أكتر ومتوهكش في العنوان فمعظم الدهب دا موجود في قلعة الفورتونوكس في ولاية كينتاكي ودي جواها كميات مهولة من الدهب الخالص بس في نفس الوقت القلعة دي يعني عليها شوية تأمينات خفيفة كده جدران فلازية وأضرح حديدية قوية لدرجة إنك حتى لو حاولت تفجرها مش هتتفجر دغير الحراسات وكتاب الجيش اللي موجودة حواليها وكاميرات المرأبة وحسيسات الصوت اللي لو نموسة زنت جوا القلعة هتحس بيها وحتى لو حاولت إنك ترش حد من الناس اللي موجودة هناك فللأسف برضو مش هتقدر إنك توصل للدهب لأن بسورد الخزنة اللي موجود فيها الدهب بيبقى متوزع على مجموعة من الأشخاص كل واحد يعرف جزء التاني ما يعرفوش كمم للتأمين يخلي احتمالية إنك تطلع تجيب الدهب من السوبر نوفا تكون أعلى لكن لو فعلا بتدور على الدهب اللي بجد فممكن إنك تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة وتفعل إشارة الجرس عشان تعرف أول ما الحلقات الجديدة تنزل سلام